مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى جولتنا عبر الصحف التي نستهلها من الجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت في مقال عناية رئاسية لأبطال من ذهب وعهدة رئيس الجمهورية الثانية بداية لإنجازات جديدة رحبا خلال افتتاح الدورة العادية بقراره فتح حوار وطني رئيس البرلمان وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب انطلقت أمسى الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 على ضوء برنامج هام ينتظر أن يطبعهما حيث اعتبر رئيس غرفتي البرلمان صلح قجيل وإبراهيم بغالي أن العهد الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بداية لمهام وإنجازات جديدة معتبرين أن البرنامج طموح لرئيس تبون تحديا كبيرا لبناء الدولة العصرية منوهين بإعلان المسؤول الأول عن البلاد فتح حوار وطني لتعزيز أسوس الديمقراطية مؤكدين أن الجزائر اليوم سيدة في قراراتها السياسية والاقتصادية وأفاد قجيل يضيف المقال أن الجزائر تملك المقدرات السياسية والاقتصادية والمالية كما أنها لا تعاني من المديونية مما يجعلها حرة وسيدة في قراراتها إلى جريدة الحوار التي عنونت في مقال آخر قرابة مليون وثمانمائة ألف طالب يلتحقون بمقاعد الجامعة اليوم وجاء في تفاصيل المقال يقول يلتحق ما يقارب مليون وثمانمائة ألف طالب جامعية اليوم ثلاثة بمقاعد الجامعة تحسبا لسنة الدراسية الجديدة الفين واربعين وعشرين الفين وخمسة وعشرين حيث يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الموسم الجامعي من المدرسة العليا للأمن السبيراني بالقطب التكنولوجي والعلمي سدي عبد الله وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان الجامعة وصناعة الممكن كما سيقدم الخطوط العريضة للقطاع يقول المقال إلى جريدة الخبر التي عنونت في مقال آخر سفير الإمارات في الجزائر شخص غير مرغوب فيه يقف وراء تخريب العلاقات بين البلدين وتسميمها وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول الكاتب يعتبر أي سفير في دولة ما رابط الوصل بين بلده والبلد المضيف له فيعمل جاهدا لترقية العلاقات الثنائية وتحسينها وإذابة الخلافات إن وجدت وترويج صورة جيدة عن بلده الأم ليكون خير سفير وهذا من أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي لكن هذا الكلام الذي يتعلمه السفراء يقول الظاهر أنه غاب تماما عن سفير دولة الإمارات في الجزائر وهو الذي سعى إلى تخريب العلاقات بين الدولتين إلى أن تحول إلى سفير غير مرغوب فيه في الجزائر وأنه قد ثبت في حقه بما لا يدعو مجالا للشك يضيف المقال إصراره على انتهاك احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية أو أنه صار يتحدث بما لا يليق من تصريحات ضد الجزائر ومسؤوليها أو ممارسة التحريض يقول المقال جريدة المشوار السياسي عنونت في مقال آخر الحفل حضره كبار المسؤولين رئيس الجمهورية يكرم أبطال البرالامبية تبون يتلقى التهاني من رؤساء وقادة الدول يقول المقال حيث كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الاثنين بقصر المرادية الأبطال البرالامبيين الذين شرفوا الجزائر في ألعاب باريس وعرف حفل التكريم الذي أقيم أمس الاثنين بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأبطال وطواقهمهم الفنية يقول المقال وخلال مشاركتها في الطبعة السابعة عشر للألعاب البرالامبية حصدت الجزائر يقول المقال 11 ميدالية ست ذهبيات وخمس برونزيات يقول الكاتب إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت في صدي صفحتها المخزن في مواجهة الشارع احتقان كبير والاحتجاجات تطال كل القطعات وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول منذ محاولة الهجرة الجماعية الألاف من المغاربة بصفة جماعية نحو مدينة سبتة الإسبانية والجبهة الاجتماعية بالمغرب تعيش على صفيح ساخن حيث ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المغاربة للاحتجاج أو لاحتجاج عارم وانتفاض شعبية تحت شعار تقهرنا تنديدا بالفساد الذي تفشى في مختلف مؤسسات الدولة المخزنية حيث يواجه المواطنين المغاربة صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل السكن والغذاء والصحة وتتفاقم هذه الآزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وزيادة تكليف المعيشة ونقص الخدمات العامة الجيدة والارتفاع الفاحش في أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتدهور الأوضاع المعيشية في المغرب الأمر الذي يسبب قلقا اجتماعيا متزايدا بالمغرب مما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك يقول هذا المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الرئيس تبون حيث تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية من أخيه رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية المكالمة سمحت بتناول أهم التطورات في جمهوريتها السودان وسبل تعزيز علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الجزائري والسوداني قنوان آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه قصة كونيناف والسفير الفرنسي الأسبق وفيلا الزبوج في الأبيار ومليوني أورو رشوة يقول تورط السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر كزافي ديرناكور في فضيحة مدوية رفقة رجل الأعمال الموجود في السجن رضا كونيناف بعد عقدهما صفقة بيع وشراء لقطعة أرض شاسعة بأعالي العاصمة وحسب مقال مفصل نشرته صحيفة لسوارد الجيري فإن ديرناكور تحصل على رشوة بقيمة مليوني أورو من رضا كونيناف وأوضحت الصحيفة أن السفارة الفرنسية بالجزائر قامت خلال إدارتها من طرف ديرناكور ببيع قطعة أرض تقع بالأبيار مساحتها عشرة ألف وخمسمائة وسبعة عشر ميتا المربع وأوضح المصدر أن طرفي صفقة البيع قام بالتصريح بمبلغ خمسين مليار سنتيم لدى مصالح الضرائب بناء على وثيقة وعد بالبيع يقول تحمل تاريخ الرابع العشرين فيفري الفين وحد عشر وخلصت الصحيفة إلى أن السفيرة الفرنسية الأسبق ديرناكور توطأ مع كونيناف في عملية تحايل وتهرب ضريبي وتدليس وتصريح كاذب تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا الجزائر تؤكد على حتمية إعادة التوازن في منظومة العلاقات الدولية حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة المستقبل بالأمم المتحدة أمس الاثنين على حتمية إطلاق مصار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية الاقتصادية والاجتماعية وقال أحمد عطاف في هذه الكلمة أن الجزائر ترحب أي مطرحيب بنعقاد قمتنا هذه وتثمن الزخم الإيجابي الذي صاحب تجسيد هذه المبادرة القيمة من لدن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأبدأ عطاف تأكيد الجزائر على حتمية إطلاق مصار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنونا 500 قتيل بلبنان خلال يوم وحزبه الله يقصف قواعد ومطارات الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء أمس استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 آخرين بينهم نساء وأطفال ومسعفون جراء الغارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الأثنين وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مؤتمر صحفي أن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارات إسعاف من جانبه أعلن وزير التربية لبناني عباس الحلي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثة في جميع أنحاء البلاد وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف صهيوني على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 ونفذ جيش الاحتلال لإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب وشرق لبنان منذ الصباح الأثنين وقال المتحدث باسمه أن هذا الهجوم يعد ضربة استباقية بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف الاحتلال الصهيونية إلى موقع الميادين الذي عنونا بمسيرات الأرفد المقاومة في العراق تستهدف هدفا في الجولاي المحتل حيث يقول المقال إعلانة المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثة استهدفها بالطيران المسير الأرفد هدفا في الجولان السوري المحتل مؤكدة استمرار عملية دك معاقل الأعداء بوترة متصاعدة وأكدت أن هذه العملية تأتي استمرار بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة